تتفوق على الرجولة ولازالت في موقعة الخان الأحمر وفي عدة مواقع كانت خط الدفاع الأول بالتأكيد وهذا محور حديثنا بالتأكيد من خلال فقرتنا وضيفنا في الاستوديو يعني نعتذر كل الاعتذار على تأخرنا لكن احنا بنقول ابن بلدنا بنمون عليه فمشان هيك احنا بدون أي مقدمات أو إسهابات مباشرة نرحب بضيفنا الكريم السيد كمال أبو صفاقة نائب مدير عام العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان سعدتها صباحا وأهلا وسهلا سباح الخير سباح الخير طول كرم سباح الخير للمرأة الفلسطينية شركتنا بالنضال الوطني دائما اللي حملت معنا سنوات طويلة مسيرة الكفاح الوطني لتحرير الفلسطين إن شاء الله الله يسعد صباحا كمال يعني بداية بدنا نقود في موضوع الخان الأحمر وأنت كنت أحد المتواجدين خلال هذه الفترة العصيبة اللي مر فيها بالتأكيد الخان من محاولاته سياسات إسرائيلي بداية حابين نأخذ لمحة بالتأكيد عن الخان الأحمر شوه الخان وإيش اللي بصير من مخططات إسرائيلية باتجاهه أول إيش تعريف الخان الأحمر هي تجمع فلسطيني بدوي هو 23 تجمع يسمى كل المنطقة بالخان الأحمر المنطقة المتواجدين فيها في الخان الأحمر هو تجمعه والحلو هيك اسمه المتعرف عليه بدويا يعني أو فلسطينيا داخليا هذا التجمع بتعرض منذ فترة طويلة أو سنوات طويلة لحملة تهجير واللي بفرق في هاي المرحلة الناس سألت كلها ليش الخان الأحمر وليش عملتوا كل هاي فورة بخصوص الخان الأحمر من خمسين سنة تقريبا ما صرش عملية تهجير قصري أو هدم كرة كاملة هذا المختلف في هاي المرحلة إنه هذا التجمع رح يصير في نكبة ثالثة جديدة مش هدم بيوت ونرجع نبني وإلى آخره اليوم إسرائيل عم تحكي عن تهجير قرية كاملة نقل مواطنين فلسطينيين من أراضيهم إلى مناطق أخرى نعم وإبادة كل التجمع البداية رح تكون من الخان الأحمر بعدها رح يكون في 23 تجمع مثل الخان الأحمر بس المفتاح اللي رح تبدأ فيه إسرائيل هي من تجمع الخان الأحمر أو تجمع بقى حلو طب يعني واضح تماما أن الاحتلال يحاول محاولات متكررة وربما لا يمل في موضوع محاولة إخفاء ملامح الهوية الفلسطينية في كل مكان سواء الخان الأحمر أو بقية الأماكن التي تعرضت ولا تزال تتعرض لهذه الهجمات الشرسة الاحتلالية في المقابل سيد كمال يعني ما الممجزات في هذه المنطقة ربما طابع الأهالي النظام الحياتي الموقع الجغرافي يعني كثير من الأمور تميز هذه المنطقة والقاطنين فيها بالتأكيد شوف المميز الموقع الجغرافي إسرائيل دولة احتلال بس مش عبثيه التفكير المستقبلي أولا هي بوابة القدس الشرقية هذا واحد اتنين المنفذ الوحيد للتواصل السكاني الفلسطيني هذه المنطقة علما إن القدس من جهة بيت لحم سكرت في كبة رحيل وغيرها وغيرها من جهة رامالله صار في مستعمرة عطاروت وقفعات زائف التواصل الوحيد لإنشاء مشروع إيوان اللي أكرت إسرائيل أو متى تياود دروبلس اللي بفصل كل المناطق الفلسطينية هاي الجهة الشرقية رح تمنع التواصل الفلسطيني يعني أي حدا فينا هنا بنا نحكي بالعامية وبدون مصطلحاتي كبيرة إحنا بنسافر على الجسر عمنا أريحة الشارع اللي منو نمركو خط 90 بيسان ممنوع نمركو إذا هجر الخان الأحمر يعني كل الضفة الغربية بدها تصير تلف مئة مرة عشان توصل المعرجات إحنا هذا الشارع ممنوع نمركو كلنا رح نسافر عن المعرجات الامتداد السكان الفلسطيني رح ينتقطع تخطيط لمشروع الكدس الكبرى اللي هي إيوان ورح تنضم هذا الكدس من البواب الشرقية للكدس لعند البحر الميت وهي انقطع الحلم الدولي لأنه في حدود شرقية لدولة فلسطين وبنتالي الحرمان منها وإخفاءها وإخفاء كل شيء هو فلسطيني هلأ بالشكل العام بيننا وبين بعض وكلنا وبالشارع مش رح نكون إنه نحنا ضيعونا مش فلسطينيين بس أنا بقول لك المسألة الجغرافية الأهم نعم والمعرك الأخيرة بيننا وبين الاحتلال ما نضلش أي معارك أخرى غير معركة الأرض وهذا الإسرائيل بتهدف له دائما طيب قانونيا الوضع كيف يبدو الأراضي الأوراق الثبوتيات محاكم الاحتلال كيف تختصرف والجهد الملقى على محامي بالتأكيد هيئة مقاومة الجدار والاستيطال اللي انتزعوا بالتأكيد قرار احترازي بوقف إجراءات الهدم لغاية الحدي عشر من تموس كيف بتبدو هذه المرحلة شوف إذا بنحكي ببساطة الموضوع أبدا مش بسيط طلاقا اللي صار ممكن يصير فيلم يعني نعمل منه فيلم الجهد اللي نحط في هذه المسألة أولا نحن من ست شهور عم نستعد لهيك معركة اثنين كانت القضية مش معنا مش مع السلطة الفلسطينية أو مش مع طاكم القانوني في هيئة مقامة الجدار والاستيطال بطريقة أو بأخرى فيه تفصيل صعب أنا أحكيها لأنه بتمس بمجريات القضية بطريقة أو بأخرى جبنا الملف القانوني ما كانش معنا وهذا أخذ مننا كتير جهد لا ندور مع أنه دير بالك للمرة الأولى أبلغنا قانونيا أنه نحن بهذا الملف استنفذنا كل الإجراءات القانونية إحنا ليش بعد فترة اعتبرنا انتصار لأنه بعد دراسة الملف لك أنا ثغرة واحدة في الملف ومن خلالها أوكفنا وهلأ رح أجي فيها من خلالها أوكفنا أمر الهدم وأخذنا قرار تجميد الهدم ليوم 11 الشهر اللي هو بكون يوم أربعة في المقابل جينا فكرنا من أشهر طلع القرار هو 15 رمضان إنه قرار نهائي بالهدم والتهجير نعم مش هدم هدم أنا بركز على التهجير لأنه مرة أخرى حتى الرسالة أو الرسالة طلعت أنا مصورة من الخان في نكبة جديدة وهذه سابقة من خمسين سنة كل مصطلح له معنى الحقيقة على أرض الواقع سواء كان الهدم أو التهجير كل حرف قانونيا بالقانون الإسرائيلي كل حرف في الوثيقة إلها معنى وإلها رأي قانوني وإلها بند في اللائحة فهيك بأخذ منها جود من ست شهور وإحنا عم نحضر حالنا بهاي الطريقة أولا جينا كلنا تعالوا لما نقول للناس بدكم تقعدوا هين شو مطلوب مطلوب تعزيز سمود الناس إنت ما بتقدر تقول إحنا وإحنا صغير بكلونا غنوا موطني ولا بلادي وإحنا جعنيم نعم اليوم ما في هذا الحركي اليوم جينا كلنا المطلوب تعزيز سمود الناس عشان نقدر نقنع الناس إنه لا ضلوا هين البحث عن أصحاب الأراضي وهذا أخذ مننا جهدي كبير لأنه البدوي كلنا بنعرف متنقل ترحال من فترة لفترة صحيح ما بسكن في أرض شخصية ملكه فجينا دورنا تلعت الأراضي لأخواننا في الجبع دور عملكيات الأراضي كدهش بدوا منك وقت فريق طلع على عمان نجيب كمان توكيلات مش سهل تقنع الناس إنه تعال أعطيني توكيل يعني هذه أمور كتير صعبة نعم تحديدا بتعرف يعني نحن العقلية شوي وبعدين أنك أنت أصلا يعني ترجع صاحب هذا المنطقة أو هذا الأرض كثير جهود صحيح صحيح كثير جهود وغدا عن هيك كمان فيه فريق كان بتركيا كمان تعرف وممكن كمان يعني بدنا هون بس نركز على إحدى النقاط بصراحة البعض نفكر نروح لموضوع المؤازرة والتضامن وما بعد التعرف على هوية أصحاب الأراضي وإثباتاتها أنه التضامن والتآذر هو أنك تقضي ليالي مثلا إلى جانب أهالي هذه الأراضي وفقط يعني إحنا جالسين وخلاص بنقد وقت هو هذا للأسف في بعض النظرات النمطية لموضوع التضامن والمؤازرة لكن في المقابل ما نشاهد الآن من لقطات سواء كان يعني اعتداءات أو حتى مواجهات مباشرة مباشرة ما بين قوات الاحتلال والمتضامنين يعني نلاحظ أن المتضامن هو بالدرجة الأولى يتعرض للخطر يتعرض للموت مباشرة بمجابهته لقوات الاحتلال يعني خلينا أكثر نروح على الصورة الواقعية وأنت تضمنت لفترة ولا تزال طبعا لفترة طويلة كنت مقيم في هذه المنطقة ليل النهار طوال فترات الأيام الماضية فحكينا أكثر للمستمعين خليهم يكونوا بصورة الحدث وشو اللي بالضبط اللي عمالوا بيصير ضد المتضامنين ضد المؤازرين ضد حتى المتطوعين اللي بيجوا أو حتى الصحفيين يعني أنا عندي مشكلة بتعريف المصطلحات أولا أنا مش متضامن نعم أنا صاحب حق هذا واحد اتنين المتضامن لما نيجي يقول له واحد متضامن بيكون معاه جنسية غير فلسطينية أنه هو جايد ضامن أنا بعتبر كل ياتنا صاحب حق وكل ياتنا شركاء أما عن موضوع تواجدي في الخان فهو أنا من اليوم الأول وبعرفش إذا حدا انتبه على الفيسبوك كنت دايما في توثق أول بأول أنه شو بصير ولأ بدنا ناس صحيح هلا اللي أجو في البداية كثير كلال ما بظن أنه كانوا يعني الأغلب مؤمن بفكرة أو بفكرة المقام الشعبي لأنه إحنا بهاي المرحلة أخذنا على عاتقنا إنه هاي المرحلة عشان نجيب العالم معنا وعشان نقنع الناس إنه إحنا عنا مقاومة شعبية سلمية تتبنى هذا المشروع للوصول لأهدافها وأنا من تجربة سنوات طويلة أثبت مما لا يدعو مجالا للشك إنه هاي المقاومة عم تجيب العالم وأنا طلعت مثلا وشفت وصافرت والتقيت مع الناس وحققت نجحات كبيرة أولا على البي دي أس هذا واحد نبرج على الموضوع الخان الأحمر إنه إحنا عنينا من ناقص توافد الناس مع إنه وفرنا كل الإمكانية مواصلات بساطة للمحافظات اللي بده يطلع أنا في مرات طلعت لنا سيارات لواحد بس المهم ييجي إنه إذنا مؤمنين بعدالة قضيتك تعال معنا أنا 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 بدير المعركة بس أنت يعني العدد مهم يعني أنا لما أجو عليه بقينا عشرة وجايبين لخمسمائة جندي وهذا كان واضح من خلال لقطات الفيديو إنه كيف الاشتباك المباشر بأعداد كبيرة من جنود الاحتمال لسه ما قبل ما كانش العدد يطلعنا في كلب الجرافي وأنا عن جد لازم أوجه تحية لشركاء كانوا معنا حقيقيين حركة فتح كلم الكودس اللي من قبل خاضوا معركة البوابات الإلكترونية جماعة رجال بمعنى الكلمة وأنا عن جد بنحني لهم احترام وتقدير لهم لشجاعتهم اللي وقفوا معنا من الأيام الأولى وكان عندهم كمان خبرة في قصة المقام الشعبية نتيجة الممارسات اللي عملوها في قصة بوابات القدس وقدموا معنا مثل ما نحنا بنقدمه زيادة يعني مرحلة توقف الجرافات الفكرة كان إنه نام في جوة جرافي والضابط الإسرائيلي مستحاش يعني الوحدة اللي كانت موجودة بالجيش الإسرائيلي كثير واحدة متخصصة فكان إطلع عليهم إنه طبيعي وكان القرار لا حتى لو طلع علينا ما ننضل لأنه إحنا في هذه المسألة كنا كثير يعني الدقيقة الحاسمة وكانها يعني فيصلية صحيح لما المحامة بتصل فيك مشان الله لو بتموت أصمن أنا الساعة اللي جاي ممكن أجيب قرار يعني آخر مرة كنت بالاتصال مع المحامة كنت مشان الله متنى وقصبت أنا في وقتها وحتى يعني صار موقف هيك يعني إنه صار لازم أطلع بالإسعاف وإنه لازم أنقل على المستشفى لنتيجة الكمل هائل من الضرب اللي أخدته كانوا شكي بنزيف دخل وهيك فحكيت لضبط الإسعاف أنا مش طالع من هون اللي بطلع من الخامش رح يرجعوه فإنه أنا بدا ضل معه فهيك المواقف الدقيقة كانت تلعب دور مهم إذا طلعنا نحن العشرة من هون أو المية أو المتين الخان الأحمر رح يرجعوه نعم طب كمال حتى هذه اللحظة يعني متواجد هناك يعني مصطلح المتضامن كما ذكرت أكيد يعني من الجنسيات الأخرى لكن حتى فيه هناك متضامنين من أماكن مختلفة بالإضافة إلى الشباب الفلسطيني المؤمن إيمانا تاما بعدالة هذه القضية لصالح الطرف الفلسطيني لكن نتحدث عن أبرز القرارات والمستجدات المتعلقة بهذه القضية القرار الاحترازي وماذا نعني باحترازي وتأجيل عملية الهدم في الخان الأحمر ربما تفاصيل أوفة لديك بالتأكيد في هذا الموضوع شوف فيهو قرار احترازي بتجميد العملية وهذا أول اختراق قانوني ممكن بصير للمرة الأولى بعد ما تبلغك المحكمة العليا الإسرائيلية والمحكمة المركزية بالكولتس أنه أنت استنفذت كل الإجراءات القانونية اللي بين إيديك الاختراك اللي صار أنه نحنا يعني هربنا مجموعة من خبراء المساحة مسحوا الموقع كله قدموا فيه طبعا هذا الحكي أنا بحكي لك يا بثاني هذا كله يعني تهريب تهريب صدقا أنا المساحين والمحاميين هربتهم في عبارة بتفصل بين منطقة ومنطقة أجو بالعبارة يعني تجيب خبراء ومهندسين محاميين فوتهم بهاي الطريقة كبار تبهدله والله فأخذت معهم مساحة المنطقة من الساعة ست المسألة ثانية ومن الساعة ست الصباح ممنوع اثنان طبعا أنت لما تصير المسألة وطنية بدك تجع حالك شوي وتقول لا أنا بكدم للبلد وعن جد في ناس كتير يعني كانت عقد الثقة روحوا على المكاتب ست الصبح عدوا مخطط هيكلة لكل المنطقة اللي نحنا بدنا إياه واللي بدنا إياه يصير وكان في الدقائق هي اللي بتحسم كل المعركة إنه إحنا نروح بطلب ترخيص التجمع ترخيص قانوني كونه معنا إحنا كسلطة كهيئة مقامة الجدار في جانب استأجرنا الأرض من أصحابها وأجرناها للبدو يعني كمان هذا جانب غامض وفي تكلفة مالية عالية ولكن تحملنا هاي المسئولية تقدمنا المخطط الهيكلي التفصيلي للإدارة المدنية الإدارة المدنية بتشغل مع الحكومة يعني تخضع للابتزاز السياسي وكنا متوقعين إنه ترفض ترفض صحيح وإحنا بدنا إياه ترفض بجمع سبيه هاي للمرة الأولى أنا بحكيها إحنا رايحين على الإدارة المدنية مشان ترفضه إذا رفضته هو انتصار إلينا ليش لأنه راح نروح على المرحكم المركزية وان كلهم تعالوا يا عمي إحنا قدمنا طلب تلخيص وتم رفضه وتم رفضه عطينا مبررات رفضه لهيك طلع قرار اللي هو الاحترازي يعني إحنا منتأمل إن شاء الله إنه بالفعل ينعم أهالي المنطقة في الخان الأحمر بالأمن والأمان والاستقرار بعيدا كل البعد عن الانتهاكات وعن التشريد وعن التهجير القصري بالتأكيد وبقاء اتصال لتواجد الفلسطيني والتضامن من مختلف أنحاء العالم خالد حتى وما بعد لأنه هذه المناطق بحاجة لدعم على اختلاف الأشكال دعم في التعليم دعم في الصحة دعم في المناحي الاجتماعية الحياتية وبالتأكيد انهيار واحدة من هذه التجمعات يعني انهيار الباقية وإجراءات لربما تكون عواقبها وخيمة على شعبنا الفلسطيني وتجمعاتنا البدوية وبالتأكيد رسالة تقال من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد ترفع القبعة لأمثال كمال أبو صفاقة لرئيس هيئة أيضا مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ والسيد وليد عساف على الجهد الذي بذلوه على المواطن الفاعل والدور المسؤول الذي كان في العمل الميداني والتحدي والمجابهة والاشتباك المباشر ترفع القبعة مرتين خالد لأنه مرة تحمل معنا انقطاع التيار الكهربائي والمرة الأساسية في الخام الأحمر شكرا منك شكرا إلى كمال شكرا كمال أبو صفاقة نائب مدير عام العمل الشعبي ودعم الصمود في مقاومة الجدار والاستيطان بالتأكيد نطر